لو حبينا نجمع أو نلم الموضوع كيف فينا من ناحية شخصية أنت يعني كاختبار شخصي في حياتك كيف فينا نتكلم عنه عايز أقول آخر نقطة وهي أنا شركة الطبيعة الإلهية إن أنا من خلال عمل المسيح بقيت بتحمل الألم لكن مش الألم بس الألم الممزوج بالتعزية من خلال عمل المسيح أنا مش مبتلاة مش ربنا ما بتبتلينيش بأمور صعبة في حياتي أنا من فترة اتعرضت لأمور جسدية صعبة وعملت عملية كانت صعبة لكن اللي أنا عايز أقوله ده ما كانش ابتلاة أنا عايز أقول إن ده كان شركة للألم كانت مبتزجة بالتعزية وده الفرق ما بيني وما بين أي حد بيعيه أنا بعيه لكن معي طلّة بتحول الوقت الصعب إلى وقت مصمر وقت فيه أفراح وقت فيه استخدام وقت فيه أنا مش بشارك تعبي وألمي لكن بشارك الفرح مع الناس اللي حوالي المسيح قدم لي في الصليب إعلان لتغييري أنا مش بصوم وصلي علشان أتغير لكن أنا تغيرت فبقدم كل الأمور ده هيت من قلبه محب بيتغير كل يوم وعشان كده أنا عايز أقول في دقيقة واحدة رسالة إحنا دلوقتي في رمضان وأنا واثقة أن كل بني آدم بيصلي ومسلم بيصلي وبيصوم وبيصلي الترويح وأمور زي كده هوا أنا بصلي أنك أنت تفتح قلبك النهاردة أن النهاردة يبقى يوم مختلف يوم في زيارة إلهية ليك لأن أنت بتصلي ومش عارف أنت بتصلي لمين أنت بتصوم ومش عارف أنت بتصوم لمين أنا بصلي أن عمل المسيح بخلال الصليب يغيرك فتعرف من محبته أنت بتصوم لمين أنت بتصلي لمين أنت مكمل حياتك مع مين أنت مين اللي ضامن حياتك وأبديتك باسم يسوى موسيقى